السلام عليكم سيدنا محمد اليوم لدينا درس جراف للصف عاشر ندرة الموارد خلال الدرس تعرف على مفهوم الندرة كيف يستغلال الموارد و الحلول المقترحة للحفاظ على الموارد و على السلع والخدمات و الفرق بين السلع والخدمات الندرة الندرة هي قلة وجود موارد ماء مقابل تعدد الحاجات للإنسان لها وهي نسبية تأثر بعوامل متعلقة بمقدار العرض والطلب فكلما زاد الطلب على الموارد زاد احتمالية نفاذ هذه الموارد علاقة طردية السكيفية ثانيا كيفية استغلال الموارد استقدم الباحثين تساؤلات حول كيفية استغلال الموارد من هذه التساؤلات أذكر تساؤلات التي تقدمها الباحثين عن كيفية استغلال الموارد واحد ماذا ننتج اي مطلب انتاجها في بعض الموارد يعني شو من ننتج عشان نلبي السوق بها اثنين لماذا ننتج بتحديد الطريق الأفضل والأنسب في إنتاج السلع كيف ننتج يقصد بها بضرورة تشباع أكبر قد ممكن من الحاجات والرغبات غير المحدودة لأكبر شريعة من المجتمع هذه الثلاثة السؤالات قدموها الباحثين عن كيفية استغلال الموارد الثالث ثلاثة الحلول السؤال في مشروعات الضلق أربعة استخدام الأمثل الموارد وترشيد السلاك هذه أربع حلول يمكن من خلال الحفاظ على الموارد أردن أنجز أكبر مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكرابي هو مشروع في الشلق الأوسط وهو تحت اسم شمس معان في استخدام خلايا الشمسية هذا المشروع يقدم أردن عم سلوى شلق الأوسط وهو خلايا شمس معان أردن أننا السلاع والخدمات بلنا نفش مفهوم السلاع والخدمات السلاع منتج مادي يلبي حاجة للإنسان أو جذparagus منها هذه مفهوم السلاع منتج مادي يلبي حاجة للإنسان أو جذpreadهم منها الحاجة بتحديد أمين المنتج الذي يتعين أن يكون متاحا الحاجة حسب الحاجة المجتمع يستلزم توفر السلاع توفر الشروط شو شروط السلاع واحد وجود الحاجة اثنين توفر المنتج ثلاثة النذرة هاي الأمور أو الشروط يستلزم توفرها للسلعة وجود حاجة توفر منتج والنذرة ستقسم السلعة حسب طبيعتها ومنتج استعمالها وهميتها ولدف منها ودممتها لأقسام عدة أول شيء طبيعة السلعة تقسم السلعة مادية تسمى منتجاتها ووضايع وسلعة غير مادية تسمى خدمات مثل التعليم والصحة والنقل غير ملموس سلعة خدمات تايم يسميها منتجات ووضايع أهمية السلعة تقسم إلى سلعة ضرورية يحتاج للنسان يوميا كالمأبس والمأكل والمسكن وما هو كمالي يعني مش مهم موجوده كالجواهر والبنيات الضغم والقصور هاي يسميها سلعة غير كمالية سلعة كمالية الثالث نوع الهدف من استعمال السلعة بتتباين السلعة حسب الاستخدام فهناك سلعة موجلة تلبيت حيث يحيث المجتمع كسل غذائية وسلعة انتجية كما بالعملات انتجية مثل الآلات والمعدات السلعة ديمومة والاستمرار تقسم السلعة حسب ديمومتها إلى سلعة غير معمرة كمواد غذائية وسلعة معمرة يعني بالطول كالأدوات كهربائية والآلات احفظوها مع الأمثلة الثاني شيء عن الخدمات الشيء عن الخدمات الخدمات هي أنشطة مقدمة من طرف ما قد يكون شخص أو شركة أو ديم المستهلك ما بغرض لبيت حاجاته كالطلب استشارة الطبية أو هندسية أو خدمة تنقل أو صحة أو تعليم هذه المسمية خدمات خدمة مثل المستهلك العام السلعة والخدمات ما الفرق بين السلعة والخدمات ما الفرق بين السلعة والخدمات الخدمات غير قابلة لاستدعاء وفحص أما السلعة تخضى لعمل الرقابة وضبط الجودة اثنين جانب إنساني روكنا أساسي في إنتاج الخدمة هنا جانب مادة مصاري اتصادي هنا الخدمات التي تنفصل عند مقدمها هنا السلعة يمكن تنتج في أماكن وتوزى في أماكن يعني بنتج سلعة بمعان ووزح على مكان ثاني غير مرتبطة هذا هو الفرق بين السلعة والخدمات تحل السؤال الأول والسؤال الخامس دعكم العافية